يدلل السياب يلا قولينا وإحنا نعزيهم بوفاة زوجة الله يرحمها الله يرحم زوجة الشاعر الكبير بدر شاكر السياب الله يرحمها واسكنها في سيح الجنان أنا بلغني اليوم والله وفاتها قبل قليل وأسمع حفيدة وتحياته تحياته إلى والسياب ووهل السياب والبصرة شيء العقلع ايه شعدهم بيت السياب حفيد السياب هم وقع علي ضيم المخدرات ترى همي أنا خطيئة ناسر والنعم من أصلك ايه وسع حفيد السياب حفيد السياب عدة 11 أخط يعني 11 نثية نقول وهو الوحيد يصرف على مرته وخواته وبناته وقائم بالعائلة حالته فقيرة الرجل لا هو متعاطي ولا هو مدمن ولا هو مصادق لمدمن ولا هو مصادق لتاجر وبعيد كل البعد واحد من الدق والكتل مدري مخبر سر ما عنده ضمير ماشر على بيته قال لهذا تاجر مخدرات جوا على حفيد السياب شالو دقوا كتل كاسرين ظهره حطي يسموها بالبكرة بالبكرة وقاموز عليه واحد لما كاسر ظهره كسره بالكهرباء بزق بشيس الزاهي بشيس ما لزباله متروز زاهي حاطي به ومختنق ويدقون عليه اعترف ما اعترف لا لاقين فحص يعني لا مودي فحص ما مودي على والا فحصي شان طلع هما عدة المسكين لا لاقين عدة بموبايلة شي مخابرات او شي لا لاقين بالبيت حباية لو غرام هم داني ماكو اللي لازميهم عشرين واحد شوف ليش احنا نقول عيد التحقيق على لي ما لزم تعده على لي عنده غرامات ما لازمين عنده غرامات ولا كل شي لازم شنو قضيتها الساعة العشرين يشاهدون انهم من عرفه الشاهد المتهم الصعد عليها قال ما عرفه هسا هم مسجون محكوم همينق مستع السنة من يعيش الهدعش نثية اتظلن وراه من يعيش الهدعش نثية حكمه بالمتاجر اعتبره تاجر حكمه تاجر تاجر رغم ان موبايلة فارغ بيت فارغ ما عنده اي شي ما لزمه عيد التحقيقات عم عيد وقت الامر اي واحد يحكي يا جماعة نواب سياسيين برلمانيين ممثلية اتفاعة للسجناء انا اشكره شمسامة نصيحتي لله من تحشون قلون طالب بالتحقيقات بجميع القضايا لا صلونا عد ريتيتشين لا اطالب بالتحقيق بجميع القضايا